على فكرة عادين يا احمد واغطين البرنامج ايه؟ كلمة كلمة ولقطة لقطة كويس انهم متبين ده شيء كويس لعلهم يتطعزوا لعلهم يعملوا حاج بويس يتطعزوا يصلاحوا اخطاهم لقيتهم زبرة بعتين للبوست اللي هو نزل على انت في كده شفتيني وانا شاكلي خوفك شفتيني وانا بخوفي لعالي الصورة انت فيه بص الامور ازاي الصورة دي مش عارف جابينها ازاي يعني بصراحة بس حلوة بصراحة ايه اللي حلو فيها؟ اه؟ انا شكلك مرع اللي هو ايه؟ بنخوف فيها لعالي الصغيرة ببس احمد انا والله العظيم بزاعلان الصفحة دي ولا كرامة لها ولا وزن لها واحنا كان مرة استعرضنا لها من بعض التجريات هم الان فيهم نفسهم ان هم لا 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 احنا عملينهم مدعاية اعلانية صراحة دول ما يستنوش والله سيبك مدعاية انا بس بعلق على حاجة مهمة جدا الصفحة نفسها فيها حاجة لطيفة جدا لو انت دخلت على البص اللي قدامكو ده هتلاقي فيه مثلا 80 واحد بيعلقوا هم هم يعني احنا بشي تكلم على الصفحة زي مقال احمد لا قيمة لها ولا وزن لها ولا بنعمل لها حاجة خالص بس زي الفكرة في الخطاب يعني احنا شوف هما بيتفرجوا عشان بس تعرف انهم بيحترفوا الكذب بيحترفوه هما بيتفرجوا على البرنامج لا لطلقة وتلاقي جوة الناس اللي بتعلق بتاع اللجان بتاعتهم بتقعد تقول الحاجات اللي بتحصل بنا وبي احمد طول الحلقة فمعناهم انوا متفرجوا على الحلقة تماما متفرجوا على الحلقة تماما نظبط كده وعارفين ان احنا بنتكلم على كورونا بالتفصيل في كل حتة اولا في تركيا في ايطلع يقول لك الكلام ده هما بيكلموش على تركيا بيكلمو على مصر احتراف الكذب فكرة احتراف الكذب عشان كده المعركة معاهم الحمد لله يعني معركة منتهية تماما لان هما نفسه بعرفين ان هما بيجذبوا بيجذبوا بكلام فرد